خش بقى على المباراة مباراة قدام سراميكا كوليو باترا فريق جيد بيلعب كرة جيدة وكرة هجومية يعني عندهم ميزة وعندهم عيد بيعرف يهاجم لان ده اسلوب لعبهم في لعبة كرة كويسة وده يعني بيضغي شوية على النواحد دفاعي هنشوف اكيد ماتش مفتوح وماتش كبير وماتش جيد بين الفرقتين نادي الاهلي فريق كبير سراميكا كوليو باترا بيقدم أداء طيب في الفترة الأخيرة ويمكن لو حضراتكم بتفتكروا نرجع بس للمباراة اللي فاتت آخر ماتش حقق فوق مستحق على بيراميدز بهدفين نظفين تعالوا في البداية نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل القناة الاهلي في مقر إقامة النادي الاهلي نتطمن على الفريق ونرجع نكمل محضراتكم مرة أخرى برحب بك كابتن الكبير الكابتن أمان شاوء برحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ولو تسمح لي يا كابتن أمان في البداية خليني يعني أتمنى خالص الشفاء لمعالي الوزير العمري فاروق نيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اللي الناس في كل مكان بتسألنا بتطمن على صحته نتمنى له الشفاء والعودة سريعا بإذن الله أعيز أقول لك يعني في كل مكان وإحنا موجودين في مقر إقامة تفاريق للنادي الاهلي كتير جدا كل اللي قابلنا يسألنا على صحة معالي الوزير العمري فاروق اللي بنتمنى له الشفاء والعودة سريعا بإذن الله طبعا معاك يا كابتن نايم أمان إحنا موجودين هنا في مقر إقامة تفاريق للنادي الاهلي وآخر استعدادات للنادي الاهلي لمواجهة تفاريق سيراميكا مواجهة صعبة جدا ومواجهة قوية جدا في انتظار فريق النادي لالي خاصة بعد تحقيق فريق سيراميكا للفوز في المباراة الأخيرة على فريق بيرامدز بي هدفين مقابل للاشئ عايز أقولك أن مستر كولر طبعا استقنف تدريباته بعد مباراة المقاولون العربة بلا راحة فريق استقنف في اليوم التالي تدريباته سريعا ثم منح مستر كولر اللعبين أجازة لمدة 24 ساعة ثم عاد اللعبون للتدريب بالأمس في التدريب الأخير اللي كان على ملعب مختار تيتش طبعا النادي الأهلي في هذه المباراة بيبدأ يستعيد بعض العناصر اللي كان فضر مستر كولر النواي رايحها في المباراة الأخيرة مباراة المقاولون العرب النهاردة المباراة بتشهد عودة الكابتن محمد اللي شينيوي قائد للنادي الأهلي وقائد المتخب المصري واحد من الحراس طبعا المميزين طبعا إلى وجود وعودة محمد عبد المنعم وعودة أكرم توفيق أيضا بنشوف النهاردة عودة كريم نيفيكا واحد من الحلول والعناصر المهمة جدا في خط وسط النادي الأهلي إلى جانب كريم فؤاد مستر كولر بالأمس اتكلم عن اللعبين في المحاضرة الفنية على أهمية هذه المباراة وضرورة أن فريق سراميكا يبقى عنده دفع قوى جدا بعد يفوزه على فريق بيرامد زفيق المباراة الأخيرة خاصة أنه عنده مجموعة مميزة جدا من اللعبين سواء في خط الوسط أو خط الوجوم وأيضا لعب خط الدفاع اللي جمتلكه مهارة التزديد من خارج منطقة الجزاء والكرات السابقة أمثال اللعب محمد شكري اللي شفنا له أكثر من هذا أخرهم هدفه فيه فريق بيرامدز الهدف الأخير كان من تزديده من خارج منطقة الجزاء شدد مستر كولر على ضرورة غلق المساحات أمام فريق سراميكا وتجنب طبعا سرعة وخطورة اللعب جون إبوكا وخطورة أيضا أحمد القندوسي لعب النادي الأهلي والمعار إلى فريق سراميكا ثم مستر كولر تكلم مع لعبة النادي الأهلي على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وكلم مع اللعبين في ضرورة استغلال التزديد من خارج منطقة الجزاء وضرورة استغلال الكرات الثابقة طبعا التدريب الشمل على بعض الجوانب الخططية والتركيز على بعض الأمور الفنية المستر كولر اللي بيطالب اللعبة تنفيذها النهاردة في هذه المباراة ثم عقب المران طبعا مستر كولر واللعبون دخل الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة النهاردة طبعا يوم اعتيادي الفريق للنادي الأهلي تناول اللعبون وجبة للإفطار طبعا التحرك لملعب المباراة يكون في تمام الساعة الثانية ظهرا طبعا زي ما انت عارف كابتنايما المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد المقولون العرب طبعا من المقرر طبعا أو زي ما يعني ملاجمة الحكام أعلنت عن قيادة الكابتن عبدالعزيز السيد لهذه المباراة يعون يوسف البساطي وهي شام الدسوي والحكم إبراهيم محجوب حكم رابع اثنين على تقنية الفار كابتن محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم عايزة أربق أكثر كابتن أيمن من الكابتن أيمن الرمادي وفريق سراميكا اللي في التدريب الأخير كابتن أيمن الرمادي تكلب مع اللعبين على خطورة للنادي الآلي وقوة عناصر للنادي الآلي يعني يطالب اللعبة طبعا بتحقيق نتيجة إيجابية ولو نقطة تعادل أمام للنادي الآلي من التدريب الأخير لفريق سراميكا أقدر أقولك التشكيل المتوقع يعني الفريق سراميكا طبعا للكابتن أيمن الرمادي يكون محمد بسان في حراسة المرمى قدامه اثنين مساكين أحمد رمضان بيكم ورجب نبيل علي منهم بيكون أحمد هاني وعلى شمالهم بيكون محمد شكري اثنين في منتصف الملعب اللعب محمد عادل وصديق أجولة قدامهم مسلس وجومي مكون من أحمد القندوس ومحمد إبراهيم ومحمود زلاكة خلف رأس الحربة جون إبوكا مواجهة صعبة جدا مواجهة قواة جدا لكن لعبت النادي الأهلي ان شاء الله النهاردة قادرين على تحقيقه عن المعادلة ان شاء الله تحقيق الثلاثة نقاط مباراة هي مباراة بثلاثة نقاط لكن تحقيق الثلاثة نقاط في هذه المباراة وأيضا تحقيق الأداء اللي بيرضي جمهير للنادي الأهلي كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة من جديدة تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي